بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة التفسير احلام والركيا الشرعية. النهاردة هنفصل مع بعض رمز يديد وهو رمز الطيارة. هنعرف الطيارة اه بشكل عام ايه معناها. اه كمان هنعرف امت رؤيتها بتكون محمودة امت رؤيتها بتكون غير محمودة. اولا رؤية الطيارة. اه لما يشوف الرأي ان الطيارة اه هبضت للمطار. اه فده بشهر اولا بعودة غايب. عودة شخص كان غايب سواء بسفر او ببعض. اه كمان من الرمز اللي بتدليها على استقرار اه في حياة الرأي بشكل عام. اه كمان لو شايف الرأي ان هو اه بيركب طيارة وطيارة خلاص وصلت اه او اقلعت بيف. دي اه بشارة بنجاح. بشارة اه بوصوله لشيء هو بيتمناء او بيسعليه. كمان بشارة بمكاسب اه اه وارباح هيحصل عليها. عما رؤيت ان الطيارة اه بتشتعل او فيها نار. اه للأسف فبتدل ممكن على زوال اموال. او اه تعرض الرأي لاخسارة او لمتاعب او الخلافات. اما لو شاف ان هي خلاص اتطفت. ان يعني اتطفت النار دي. فبشارة بعودة اه الحياة مرة تانية او عودة الحياة للاستقرار. اه في حياة الرأي وكمان لزوال اه هم. اما رؤية الطيارة للفتاة اه المرأة او للفتاة الغير متزوجة. اه اولا بتدل على تغيير في حالها الافضل. اه كمان على نجاحها سواء في دراسة او في العمل. كمان بشارة ليها بكرب الزواج. اما لو شافت ان الطيارة اه سقطت. اه فده للأسف فشل في علاقة او اه فشل في دراسة او في عمل. اه رؤية المرأة المتزوجة للطيارة فبشارة ليها باستقرار. يعني شافت انها بتركب طيارة فبشارة ليها باستقرار بنجاح في حياتها الزوجية. اه بتيسير امورها اه للافضل. اه اما لو شافت ان الطيارة اه بتسقط فدي خلافات اه زوجية او خلافات عائلية. اه ممكن تزيد او ممكن تكبر وتوصل للانفصال اللي قدر له. كمان هبوط الطيارة اه بتدل على عودة اه او استقرار اه في حياتها اه بشكل عام. اه كمان الرجل لما يشوف ان هو بيقود الطيارة فدي اه منصب. اه هو يعني هيحصل عليه او مكانة او ترقية. كمان بتدل على زواج. اه كمان ممكن تدل على صفر للعلم او صفر للعمل. اه برضو لو شافت الطيارة بتسقط. اه فده زوال الاموال. اه فشل في العمل اه خسارة ممكن اه يحققها. اه كمان لو شاف ان هو اه بيقود الطيارة والطيارة دي وقعت. اه فدل الاسب بتدل على خسارة اه خسارة اه خسارة عمل او فقدان اه وظيفة او فقدان مال او هموم او خلافات اه عائلية او اه اسرية.